شهدت الزيارة التاريخية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإمارات توقيع سلسلة اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وبروتوكولات بين عدة جهات في البلدين وفي الكثير من المجالات اتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون وتوسيع الشراكات بين البلدين مع الزميلة مروج إبراهيم مرة أخرى نطلع على أبرز هذه الاتفاقيات والمذكرات إليك مروج مهند تكللت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بتوقيع 13 اتفاقية تعاون شملت مجالات الاستثمار والصحة والزراعة النقل الصناعات والتقنيات المتقدمة طبعا بالإضافة إلى العمل المناخي والثقافة والشباب وغيرها كانت مجالات الصحة والعلوم الطبية موضوع مذكر التفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين الإمارات وتركيا شملت مذكرات التفاهم العديد من المجالات الحيوية منها مجالات الصناعة والتقنيات المتقدمة بالإضافة إلى مجالات النقل البري والبحري بين حكومتي البلدين كما تبادل الطرفان خطاب نوايا بشأن التعاون في الصناعات الدفاعية المشتركة أيضا تم تبادل مذكرة التفاهم بشأن العمل المناخي ذلك بالإضافة إلى مذكرة التفاهم في مجال الأرصاد الجوية ومذكرة أخرى بشأن إدارة الأزمات والكوارث تم إصدار بيان مشترك بشأن النية في البدء باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين بالإضافة إلى مذكرة التفاهم للتعاون في المجالات الزراعية شملت مذكرات التعاون بين تركيا والإمارات مجالات الثقافة بالإضافة إلى مجال الإعلام وتوقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين البلدين في مجال أو بشأن الشباب قفزت قيمة التجارة بين البلدين خلال نصف الأول من العام 2021 وواحد وعشرين بنسبة نمو بلغة مئة بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020 ينضم إلي من اسطنبول الكاتب والبحث السياسي السيد محمد زاهد غول سيد غول سيد محمد أهلا وسهلا بك معنا ما شاهدناه من زيارة هامة لرئيس التركي رجب طيب أردغان توقيع 13 مذكرة تفاهم واتفاقية بين البلدين ما هي المجالات التي نتوقع أن تشهد قفزة في التعاون المشترك بين الإمارات وتركيا حقيقة التحية طيبة لك والأستاذ مهند ولجميع مشاهدي قناة سكاي نيوز من المؤكد أن هذه الزيارة التاريخية التي أشارتم إليها هي جاءت بعد أيضا زيارة تاريخية لسمو الشيخ محمد في الرابع والعشرين من نوفمبر الماضي والتي تخلت 12 اتفاقية سبقت هذه الاتفاقيات لكن عنوان الأبرز للاتفاقيات السابقة أو للتفاهمات التركية الإماراتية كان يمكن أن تنحصر في المجال الاقتصادي والتجاري الذي كان يطفو إلى السطح والذي كان يمكن أن يقال أن عنوان الزيارة الأساسية لشيخ محمد كانت تحمل الدلالات الاقتصادية بالدرجة الأولى وتتحدث عن الاستثمارات وتتحدث عن التعاون في مجال المصارف وما إلى ذلك من الاتفاقيات التي سبقتها اليوم حقيقة عنوان الزيارة جاءت في إطار التعاون في إطار ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة أعتقد أن أبعاد هذه الزيارة أهم بكثير من الاتفاقيات التي أشرتم إليها بمعنى أننا نتحدث الآن عن تفاهمات في مجال الصناعات الدفاعية في مجال الرؤية للدفاع عن المنطقة والتحديات التي تمر بها المنطقة وهذا سيكون سؤالي التالي لك سيد محمد يمكن أن نتحدث أيضا في نفس السياق نعم بما أنك ذكرت التعاون وهي نقطة لفتا تعاون في مجال الصناعات الدفاعية يعني هنا ما الذي يمكن أن ينتج عن تلاقي الجهود والتعاون بين الجانب الإماراتي والجانب التركي في الوصول إلى نتيجة واحدة ما الذي يمكن أن يصل بها الطرفان في التعاون في مجال كهذا سيدتي الشيء الكثير حقيقة لأننا نتحدث ربما عن بلدين مؤثرين حيويين لهما تأثير كبير في المنطقة العربية والإسلامية ولديهم امتدادات كبيرة في الكثير من المناطق ولديهم النفوذ الحقيقي على الأرض والميدان سواء عبر القوى الناعمة أو حتى عبر قوى مختلفة وبالتالي اليوم حقيقة نتحدث عن تفاهمات تركية إماراتية في الشأن الليبي بينما كان الطرفين في الظاهر على طرفي النقيد إذن نحن نستطيع اليوم حقيقة أن نتحدث عن آفاق تعاون ليس فقط حقيقية وإنما مثمرة ليس فقط على البلدين بشكل مباشر وإنما نتحدث عن ثمار ملموسة تستطيع أن تجنيها المنطقة بأكملها ويكون تأثيراتها سريعة للغاية يعني ابتداء من الملف الليبي مرورا بالملف المصري مرورا حتى بأن تكون تركيا ضمن التفاهمات الاتفاق الإبراهيمي كلنا نعلم أن بداية شهر مارس هناك زيارة تحضر لها في الوقت الراهن للرئيس الإسرائيلي إلى أنقرة أنا أعتقد أن تركيا ليست بعيدة عن التفاهمات التي حصلت بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل وبالتالي تركيا لن تكون حقيقة بعيدة حتى في موضوعات مختلفة استراتيجية سواء على مستوى المنطقة أو على مستوى أبعد في الإطار الدولي أشكرك جزيلا الكاتب والباحث السياسي سيد محمد زاهد جول شكرا لك يعني بالنظر إلى هذا التعاون ومذكرات التفاهم الموقعة مهند بين الجانب التركي والإماراتي لدى زيارة تركية الأخيرة للرئيس رجب طيب أردغان إلى أبو ضبي نجد أن هذا المستوى من التعاون يؤشر إلى ربما تطور كبير في العلاقات مستقبليا بين البلدين وبتأكيد سيكون الأكاس على الكثير من الملفات الإقليمية وهذا ما يتطلع إليه الكثير من المراقبين شكرا جزيلا لك يا موروش شكرا